اشتركوا في القناة على مستوى بعرفة التي قد تكون مصحوبة بنزول تساقطات المطارية ضعيفة ومتفرقة ومن المتوقع كذلك أن يعرف أقصص شمال المملكة أجواء صفية معبوب رياحة شمالية على مستوى السواحل المتوسطية مع احتمال استقرار الأجواء كذلك على مستوى السواحل الأطلسية للمملكة كما يوضح لنا هذا النموذج ومن المتوقع كذلك أن تستمر الأجواء في الاستقرار على مستوى باقي المناطق المملكة هدف مخص بعد زوال هذا اليوم بالنسبة كذلك للساعات الأولى من صباح يوم الأحد القادم 5 مارس بحول الله فمن المتوقع أن تعرف المملكة أجواء صفية على مستوى جل المناطق المغربية إلى الفترة بعد الزوال بحول الله فمن المتوقع كذلك أن تعرف المملكة أجواء صفية نسبيا على مستوى المناطق الشمالية وكذلك المناطق الوسطى المملكة دافم يخص متابعين الكرام يوم الأحد بالنسبة ليوم الاثنين القادم بحول الله ستة مارس فمن المتوقع إن شاء الله خلال الفترة الصباحية تستمر الأجواء في الاستقرار خلال فترة بعد الزوال بحول الله وقوتي فمن المتوقع كذلك تعرف المملكة أجواء مستقرة نسبيا على مستوى المناطق الشمالية للمغرب وخلال كذلك الفترة الصباحية من يوم الثلاثة القادم بحول الله فمن المتوقع أن تعرف المنطقة الشماء أقصى شمال المملكة لمستوى طوان العرائش وكذلك أصيلة وطنجة نزلة ساقطة نمطرية مهمة فذلك خلال الفترة الصباحية من يوم الثلاثة مع احتمال كذلك تشك الغيوم على مستوى مدينة طاربات قد تكون مصحوبة بنزلة ساقطة نمطرية خلال فترة بعد الزوال من نفسه اليوم الثلاثة القادمة بحول الله وقوته فمن المتوقع أن تستمر هذه التساقطات لمستوى أقصى شمال المملكة حيث من متوقع جارف مدينة طوان والعرائش وكذلك أصيلة والعرائش وكذلك أساكن تبود وزن لللميمون وكامل وكذلك الشفشون وكذلك أصيلة نزلة ساقطة نمطرية ستسجل أقصاها في مدينة طنجة وكذلك أصيلة وتطوانا إذن هدفهم يخص متابعين الكرام حالة التقصي الخاصة بيوم الثلاثة خلال الفترة المسائية من نفسه اليوم فمن المتوقع عن جمال هذه التساقطات ساكن تونية قرية ابو حمد سيدي سليمان تابود وزن شفشون كذلك العرائش وططوانا قد تكون هذه التساقطات مستمرة على مستوى هذه للمناطق قد تكون خفيفة أو متفرقة في بعض الأحيان مع استمرار الأجواب الاستقرار على مستوى المناطق الوسطى للمغرب وكذلك نزل تساقطات مطرية على مستوى منطقة الريش خلال نفس الفترة مع احتمال استمرار الأجواب باقي المناطق الجنوبية للمملكة هدف من خص يوم الثلاثة بالنسبة ليومي الأربع بحل الله فمن المتوقع عند عداء الأجواء إلى استقرار بشكل نسبة لمستوى باقي المناطق المغربية إذا هذا فيما يخص هذا التقص الخاص بهذه الأيام نلتقي في نشرة قادمة بحل الله دمت بفرأة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته